وفي انقلاب يقول له 52 طلع محمد نجيب واعلن في البيان الأول والتاني والتالет له انه بيحترم الدستور لكن كان في مشكلة في الدستور المصري وقتها الدستور المصري ما كانش بيقول نعمل ايه لو الملك تشال هو كان بيقول نعمل ايه لو الملك مات لكن يبدو ان اللي وضعوا الدستور 35 تقريبا ما قالوش نعمل ايه لو الملك مات لا طلع طار بانقلاب عسكري أو طار بأي طريقة يعني هنا تفتق زين اتنين الحقيقة تلاتة فتح ردوان سليمان حافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعبد الرزاق باشا السنهوري رجل القانون التلاتة دول اضطروا يلعبوا ويعملوا فكر الدستور الجديد عشان يتغلبوا على الدستور بتاع الملك من هنا بدأت مفرمت الدستير المصرية اللي العسكر ممشوش عليها وعلى ولا دستور زي ما يلنا في الاعداد الحقيقة عملولكم تاريخ الانقلابات على الدستير في مصر منذ أول دستور سنة 1279 عشان تعرف ان البلد دي ما بيعيش لهاش دستور اسمع بقى كده وركز وهات الشاي وخلي المدام تبطى الكلام وسكت ابنك عشان تعرف ان البلد دي ما بتتقدمش مش لانا مش مستعدين للديمقراطية لا لان فيه خوانة بيخونوا البلد وبيخون نفسهم قبل ما يخونوا اي حاجة تانية والخوانة دول مسقفين وعسكر اسمع كده تاريخ الانقلاب على الدستور دستور سنة 1879 برز الاتجاه نحو النظام الدستوري في اواخر عهد الخديوي اسماعيل وده تجلى في مشروع دستور سنة 1879 الدستور ده لم يعرض على الخديوي اسماعيل لانه اعد في فترة ازمة الخديوي من حكم خلع الخديوي من حكم مصر بس اعرض على مجلس النواب وبمقتضاه اصبح التشريع من حق مجلس النواب بمقتضى الدستور ده يعني دستور 1882 كانوا بقى الانجليز دخلوا بقى ما شاء الله بقى يعتبر اول دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة الدستور ده كان ميلاد طبيعي لصورة الصورة العربية اللي اجبرت الخديوي توفي على انه يصدره في 7 فبراير سنة 1882 لسه الانجليز من الخلوش دستور 23 يعاد دستور 23 من انجازات صورة 19 حاول الملك فؤاد تشكيل دستور على هوا لكن الرقابة الشعبية حالت دون ذلك وده يعد واحد من افضل الدستير اللي عرفتها مصر دستور 30 ده كان انقلاب على دستور 23 تعددت صور انتهاك الملك واحزاب الاقلية لدستور 23 يعني ايه بقى تعددت هقول لك انا ارجعلي يا علي بقى اللي حصل ببساطة كده عشان بس تفهم هم يحطوا الدستور خلاص ويتفقوا عليه هب يعملوا انتخابات هب الانتخابات ما تجيبش الناس اللي حطوا الدستور فالناس اللي حطوا الدستور تزعل فتعمل ايه تنقل بعد الدستور دي الحركة اللي هتشوفها بعد شوية عشان كده الاحرار الدستورين دول خونا وهيخوه نفسهم اكتر من مرة اول ما الدستور يجيب ناس غير اللي حطوا الدستور الناس تزعل وتتقمص وبالتالي يلغوه من اول دستور 30 تعددت صور انتهاكات الملك واحزاب الاقلية لدستور 23 وعمل دستور 30 طلع توفيق دياب كتب المقال ده اللي حضرتك سمعته وطلع توفيق دياب عاير الناس وقال لهم يا جماعة انتوا اللي اشتركتوا في الدستور وقالتوا تقولوا لنا ده احنا ما حصلش 23 ده ما حصلش هم نفسهم اللي قالوا على إلغاء الدستور سنة 30 انه لا احسن دستور 30 ده زي الفل 23 كان وحش مع انه هم اللي اتغنوا نفس القصة هي هي نيجي بقى نكمل مع بعض في العام 35 وتحت ضغوط شعبية تم إلغاء دستور 30 والعود للدستور 23 نيجي بقى للانقلاب العسكري اه هنا بقى المرجحة وعايزة فراجك على مرجحة الحقيقة اوعى تتكلم اوعى تحكي الحد نكمل بقى دستور 54 بعد الانقلاب 52 الحقيقة واعلان الجمهورية الحقيقة 53 تم إلغاء دستور 23 وتم تشكيل لجنة من 50 عضو من رموز مصرية عشان يعملوا دستور جديد مجلس قيادة الثورة شاف في مشروع دستور جديد انه خطر على سلطتهم فتم تجاهل المشروع كلية الدفن ياريه تجاهله دول الدفن ده انتهى يعني ماشي يعد دستور 56 شوف اما خلصوا في دستور 54 عملوا دستور تاني ف56 يعد هذا الدستور هو الاول في تاريخ مصر كجمهورية في اعقاب انقلاب يوليو 52 تم اعداد هذا الدستور من قبل حكومة الثورة وتم الاستفتاء عليه واعلان جمال عبد الناصر رئيس لمصر سنة 56 ماشي نسكت بقى ما نسكتش نسكت ليه في 58 تم عمل دستور جديد وفي عام 58 بعد الوحدة مع سوريا هو مش دستور جديد بقى هم اخدوا من دستور 56 وعبد الناصر عجب والمؤد اللي حطاها في دستور الوحدة مع سوريا اللي بتكرس السرطات في ايده فلما خلت الوحدة مع سوريا عبد الناصر قال لهم تقالوا يا تابي الله يا نمشي على الدستور اللي احنا عملنا في سوريا ده اللي هو انا انا الواحد الاحد كده فعبد الناصر ماشى ما حدث في دستور الوحدة مع سوريا انما يسكت لا ما سكتش فشلت الوحدة مع سوريا وفشلت الوحدة مع سوريا ومع العراق كان فيه وحدة مع سوريا بس وفيه وحدة بين مصر والسوريا والعراق اللي اتنين فشلوا فبعد ما فشلوا طلعنا دستور 64 وده كان دستور مؤقت صدر بعد إلغاء الحقيقة صدر بعد إلغاء الوحدة بين مصر وسوريا قال لك لا احنا مش عايزينه يلا عم نكمل نسكت احنا بقى دستور 71 يا ديني تم يا جماعة ما اوقفوا على حاجة اوقفوا على حاجة اعدت دستور 71 لجنة مكونة من 80 فرد بدعوة من مجلس الشعب خلاص وتم تعديل هذا الدستور عدة مرات ابرزها سنة 80 لما وقفت مدام فايدة كامل في البرلمان وقالت ان كلمة مدة الرئاسة نخليها مدة الرئاسة وقاموا زغرات وطبلوا اعضاء مجلس الشعب لكن انطخ انوار السالات بعدها وما استفدش بالحكاية دي تعديل تاني سنة 2005 عد لمره اخرى سنة 2005 وفي المرة دي عشان ينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة مش باستفتاءات ماشي نكامل لبعدها وتم مقاطعة هذا الاستفتاء بسبب شروط الترشح التعجيزية وفتح المدد الرئاسي المبارك سنة 2007 جرى استفتاء بموجبه عد للدستور مرة تانية نالت التعديلات من القشاف القضائي على الانتخابات يعني يعني جات عليها شوية واعتطت رئيس الجمهورية الحق في احالة المدني الى القضاء العسكري ده التعديل بتاع 2007 يعني الحقيقة مناحته كان نكمل بها دستور 2011 بعد صورة يناير كلف الجيش لاجنة للقيام ببعض التعديلات دستورية وتم عرضها على الاستفتاء في 19 مارس 2011 احنا فاكرنا كلها وكلنا وقفنا فيها يعني المهم ووفق عليها الشعب الأغلبية بعد موافقة الشعب في الاستفتاء اصدر الجيش اعلان دستوري من 63 مادة به مواد لم يتم وضعها في الاستفتاء اصلا على الاساس يعني نكمل اللي بعدها دستور 2012 الحقيقة تشكلت جمعية تأسية لإعداد دستور جديد بحسب الاعلان دستوري بعد حوار لمدة 6 شهر اقرت الجمعية الدستور الجديد تم الاستفتاء عليه ووفق عليه الشعب بنسبة 64% دستور 2014 بعد الانقلاب العسكري الحقيقة في 2013 تم التعليق بالعمل بدستور 2014 وتم تشكيل لجنة العشرة لعمل دستور جديد وتم الاستفتاء عليه ده بقى الدستور بتاع الواد محمود بنجو والواد برائز وسيد حجاب والإخوة إياهم يعني وتم الاستفتاء عليه في يناير 2014 وقال لك ده أحسن دستور ده احنا ما جبناش غيره ده مصر مش عارف ايه ده مفخرت الدستير أعلن السيسي عدة مرات إن الدستور ده اتكتب بنوايا حسنة ما تعرفش حسن دي تبقى مين يعني المهم إنه تم تجهيز من التجهيز الآن لتعديلات دستورية تسمح باستمرار السيسي في الحق لعام 34 كما تم تقليص سلطات القضاء والتوسع في سلطات الجيش إلى آخره 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 شكرا